أنا هاي سألك على حاجة ليه علاقة بالوضع القائم حالياً في الكرون مصري نتحدث عن كابتن أهاب جلال ليه رايك في الأول في القصة كابتن أهاب جلال والتحول الكرون بص أنا شايف يعني الكابتن أهاب جلال الناس كلها زي ما على كابتن أهاب من قبل ما يمسك أنا مش عارف ليه يعني أنا مش عارف ليه إحنا في مصر ليه مش بندعم المدرب المصري ونقف جنبه حتى لو هو أخطأ ليه ليه يعني ده بيحصل في العالم كله إنه لازم يبقى فيه مساندة آه ماشي ننصبر شوية تمام إنه الراجل ملحقش ده هو الراجل لسه يعني بيقول بسم الله الرحمن الرحيم الناس كلها وأنا معاشرتي مع كابتن أهاب هو مدرب كبير جداً ماشي طالت مع إمتى في المصري ليه الفترة اللي قلت لحضراتك عليها هدية وقعدت معها فترة بعد كده رجعت على الكاهرة يعني كبير فأنا يعني لا مدرب مش معلش يعني أتمنت مع مدربين كتير بس هو مدرب مختلف هو بيقايف برا على الخط معلش أي يعني أغلبية المدربين بيوقفين ممكن بيتفرج على الجيم هو بيقرأ الجيم واللي يركز معاه ممكن في المطش يغير الطريقة أكتر من مرة والناس ما تحسش بالكلام ده مش أي مدرب يقدر يعمل كده تغييراته ممكن تفرق معاك لكن هي حتة منتخب مصر شوية يعني كبيرة كبيرة جداً فبقى عليها ضغط كبير لكن أنا بطلوب من الناس أنه هو لازم بيقايفينه مساندة شوية خصوصاً إن هو يعني مدرب لو قاعد شوية الناس هتبسط ومصر بيحبوا الكرة الحلوة فهو مدرب بيعمل دي الحاجة دي فتمنى له التوفيق إن شاء الله بس عشان نلعب كرة حلوة مش محتاج يقعد مع اللعبة وقت أكبر ما هو ده اللي بتكلم فيه مش أنا بقولك هوا ما يعني ملحقش أصلاً يقعد والناس يعني أصد إنه أصد في معسكرات يعني طويلة أيام طويلة تدريبات وتحفيز هو كي كي كل المباراة لألعاب مع منطقة مصر أنت هتستلم الفرقة تلات أربعة أيام قبل لكل مطش هل يستطيع الكابتل لعاب جلال في تلات أربعة أيام يعمل شغل لا طبعاً ما ألحقش ما ألحقش وفي نفس الوقت طبعاً ما هو برضه طبعاً يلعب بطريقة هو الرجل ليه فكري معين وطريقة معينة يعني طريقة لعبة معينة ما هو الظلم إنه هو ما خدش وقت فأنت ما تحكمش على مداربه ولما ألحقش أصلاً إذا ما أنت بتتكلم تلات أربعة أيام والناس عايزين ومش هيقدر يطبق فكره لما يأخذ فعلاً معسكرات طويلة أنا وجد نظر خلاص أصبر عليه أصبر عليه فترة بعكاً تعالى قيمه لما ما تقيمهش من هو ليس ما عملش حاجة هو هيلعب بفكر غيره ما ده مش منطقة طيب